السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساء الفل ومساء الورد ومساء الياسمين حبيبي الحلوين عندنا النهاردة هرمون السعادة اللي هو محشفلفل وبدنجان وكوسة زي ما احنا شايفين اوارنا كله وهحط عليهم ملح ومية واسيبوا شوية على بال ما اعمل معاكم الخلطة قبل كده انا اوارت معاكم مرة واثنين وعشرة وهحط لكم اللينك في المنتدى وكنت كمان حطاه من كام يوم في المنتدى هنا بقى حنعمل ايه انا هنا جبت الووك بتاعي او الطاصة او الحلة هحط فيها ربع كوباية من الزيت يعني 3 معالي كبار من الزيت وهنا بصلتين كبار مع فلفل احمر حامي مع فلفل احمر رومي مع فصين 3 توم وهشوحهم كده على النار الفلفل الحامي او الشطة الحامية بتجي تستة عالي جدا جدا وبعد ما شوحتهم تشوحتين هنا عندي عصير الطماطم مع البنجر مع الفلفل الاحمر لازم احط البنجر بتاعي والفلفل الاحمر بيجي تستو نكه عالي جدا جدا في الخلطة بتاعتي وهقلبهم بقى وهغطي الووك بتاعي زي ما احنا شايفين بدأت الصلصة بتاعتي او الصوص بتاعي ينطر او يطلع على فوق الوش كده السمنة او الزيت بتاعته طبعا احنا هنا حطين زيت ايا كان بقى حطين زيت او سمنة الخلطة هتلاقيها لما تعرفي ان هي استوت هتبقى بدأت تطلع الزيت بتاعتها فوق الوش كده هطفي بقى عليها خلاص طفيت وحغطيها كده واركنها على جنب هنا بقى عندي الرز بتاعي على حسب الكم طبعا من اللي انا اللي انا مقورا ومن الضفا وححشين وهنا عندي خضرة كسبرة شبت نعناع هاخسل كل ده وحطه على بعضه واجي بقى هنا حطيت الرز بعد ما غسلته مع الورقيات الخضرة فلفل احمر اللي هو ايه البابريكا شطة كمون ملح قرفة نعناع اخضر رشة كسبرة كبيرة رشة كسبرة كبيرة يعني معلقة كبيرة خلاص وقلبت كل الخلطة الجميلة بتاعتي ريحتها جمدة جدا 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 حقيقي ده المحش ده بيبقى عبارة عن ايه هرمون السعادة في كل بيت مصري عندنا في مصر هبدأ بقى ان انا احشي كل الحاجة بتاعتي كده واعمل ثواني ممكن تسوي في حلة ممكن تسوي في ثواني زي ما انت عاوزان الحشو بتاعي طبعا زي احنا ما تعودنا مع بعض ما بنملاش الكوسة الاخيرها او البدنجان او الفلفل علشان لما الرزي استوي ما يطلعش من برا الكوساية او البدنجاناية ويطلع في كده ويبقى مالي اسطنية بتاعته لازم ايه استوي ويبقى يدوب طلع لبرا كده حاجة بسيطة فعشان كده واحنا بنحشي ما بنملاش لغاية الحرف الاخير ابدا هنا بقى انا بحب احط تحت المحش بتاعي جذر بطاطس عيدان كسبرة عيدان خضرة زي ما انشي عاوزة هنا بقى اهو زي ما احنا شايفين انا شغلت على اول صانية علشان ابني اتصل بي وقال لي انا جاي من كلية ماما وجعان جدا فاشغلت ايه حطيت اول صانية كده سريعا على النار هنا عندي شربة لو ما عندي كيش شربة تقدر تحطي ايه المنكهات بتاعتك او الاعشاب بتاعتك جذر ورق لوري حبهان كل ده تسلو ايه وتعملي منه شربة لو ما عندي كيش شربة فيه بتلاجة او آآف سلق حاجه تاخدي الشربة بتاعتها هنا زي ما احنا شايفين كده اهو عندي ثلاث ثواني وعندي اللي في النص اللي انا ايدي فيه ده انا بكمل الشربة بتاعتي فيه زودتها وحطيت كم كوساية كده وكم بدينجاناية ده ليه انا العاملاه كده في شربة غزيرة ليه انا زي ما احنا شايفين كده اهوت واحبريهكم بعد ما يستوي اهدي الطبق حدرته لابني زي ما احنا شايفين ما شاء الله عليه جربوه ان شاء الله هيعجبكم وده كان فيديو سريع جدا 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 علشان اعرفكم تحدي ان المحشي ما بياخدش مننا وقت بألف هانا وشفا افكركم بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس سلام عليكم